من حفة الإفلاس للصراء الفاحش أبراج هتفتح لهم طاقة القدر من شهر مايو والشهور القادمة ملكة الفلك ليلة عبداللطيف بتكشف عن هويتهم طبعا في شهر مايو من المرجح أن فيه مواليد أبراج اللي هو خصوصا برج التور هو الأغنى بين الأبراج جميعهم بفضل إرادتهم القوية طبعا بفضل الله في الأول وبفضل إرادتهم القوية وقدرتهم على صرف الأموال في الأشياء الأكثر فائدة ومن ثم يتمكنوا من زيادة ثروتهم لحد بعيد جدا كما أنهم بيدركوا أيضا أهمية الإدخار والإستثمار بحكمة أيضا في مايو من المرجح أن يحقق مواليد برج الأسى ثروة كبيرة طال انتظارها كما أن ثقتهم بأنفسهم تصميمهم يدفعهم لنحو تحقيق أهدفهم ما يمكنهم من التغلب على العقبات واختنام الفرص وأيضا برج الجدي في مايو بيتمتعوا بفرصة لتحقيق الكثير من المال والثراء قد يجدوا أنفسهم يصبحوا مشهورين أو يبدأوا في مشروع جديد يكون عندهم مهام سهلة للغاية ويحققوا نجاح كبير في حياتهم المهنية يقولنا الأبراج الأكثر حظا زي ما قالت الثور والأسد والجديد ترجمة نانسي قنقر